أي بيت احتياجه للطاقة بيكون في حدود كيلو إلا ربع بدون تكيف يعني التلاجة، فريزر، الغسالة، الأمور الحياتية العادية اليومية سحبها أو استهلاكها الطبيعي لأي بيت حيكون في حدود الكيلو إلا ربع فمنظومة زي هاي لما يتي ممكن واحد يركب منظومة بهذه المواصفات يعني حتكون تكلفتها في حدود الخمس إلى سبعة ألاف شكل حسب المواد المستخدمة في هذه المنظومة حسب نوع البطاريات، الجهاز، الأشياء، لكن برضو ما بيقدر يستخدم الكيلو إلا ربع نهاراً وليلاً هذا اللي بنقصده أنه هو نهاراً الخلايا أو هيجيب كيلو إلا ربع من الشمس وحيستفيد منها سواء في فترة يعني انقطاع أو اتصال التيار الكهربائي هياخذ من الشمس على طول لكن في الليل في حالة انقطاع التيار هو هيعتمد على البطاريات فما بنقدر أنه نقول النظام في الليل برضو هيعطي كيلو إلا ربع لا، هو هيعطيه حسب عدد البطاريات وحجم البطاريات الموجودة عنده أكم بطارية بلزم للبيت؟ قلنا بدنا نجيب أربع ألواح من فئة خمسمية ممتاز، 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 تفقنات، إيش بدون بطاريات، كم بطارية؟ حسب الجهاز اللي بدون نحط الأربع ألواح ممكن نركبهم على جهاز المسمى ثلاثة كيلو ممكن نركبهم على جهاز مثلاً خمسة كيلو طبعاً في هذه الحالة ما بنقدر نسمي النظام ثلاثة كيلو أو خمسة كيلو هما أربع ألواح بيعطوا كيلو إلا ربع يعني المنظومة لا تقاس بقدرة الجهاز اللي راكب عليها تقاس بعدد الألواح اللي راكب عليها فالآن إذا حطينا جهاز ثلاثة كيلو جهاز الثلاثة كيلو بيشتغل بما مسمى 24 فولت أغلب الناس بتعرفوا اللي هو نظام بطاريتين سواء كانوا 100 أمبير، 200 أمبير، 300 أمبير، بغض النظر لازم يكونوا بطاريتين كل بطارية 12 فولت وإذا حطينا جهاز خمسة كيلو على نفس الأربع ألواح وبيضلوا نظام كيلو إلا ربع برضو بدنا نحط أربع بطاريات سواء كانوا كبار أو صغار لأنه بيشتغل بنظام نسميه 148 فولت